تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدل وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقش مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستردات التصعيد العسكرية في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الأقليمي حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة على رأسها الولايات المتحدة لإصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وقد توفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة كما تطرق الاتصال أيضا لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعية والتهجير مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية فيما أكد الرئيس الأمريكي ورفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرض أيضا آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة بالإضافة إلى بحث أفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عمليات السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة